السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بيك وطلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادة. أنا ميس مروة وإنت بتتفرج على Learn English Simply. النهاردة إن شاء الله هنشتغل من كتاب المعاصر. Unit 2. LISTENDS 5 & 6. هنبدأ بصفحة 108. السؤال الأول. Choose the correct answer from A, B, C or D. السؤال الأول معنا بيقول. Today I have اليوم أنا عندي an important نقط يعني إيه مهمة for the new job من أجل الوظيفة الجديدة. طبعاً يا أولاد إيه الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة هل هي view يعني منظر, interview يعني مقابلة شخصية, review يعني مقال نقدي ولا revision يعني مراجعة. طبعاً الإجابة الصحيحة هي interview. أول ما أشوف for the new job أدور على كلمة interview على طول يا أولاد. معناها إيه؟ معناها مقابلة من أجل الوظيفة الجديدة. Number 2. It's a or an. نقط that she didn't come. It was a fantastic party. It is. A or an. إيه؟ إنه لمن إيه؟ It's a or an. pity يعني من المؤسف أو المحزن. empathy من التعاطو. expression يعني من التعبير ولا respond يعني الإجابة. طبعاً الإجابة الصحيحة هي كلمة إيه؟ It's a pity that she didn't come. من المؤسف أو المحزن أنها لم تأتي. It was a fantastic party. Fantastic party يعني حفلة رائعة. كلمة fantastic هنا بتسوي كلمة wonderful. Number 3. When someone passes his exam. عندما يكتاز شخص ما اختباره. We say بنقوله إيه؟ Not to him. بنقول إيه له؟ بنقول sorry. أسفين. awful. مريع أو فضيع. How terrible. يعني لهم من أمر فضيع. ولا congratulations يعني تهانينا. طبعاً الإجابة الصحيحة هي congratulations يعني ألف مبروك. أو تهانينا بنهنيب ونقوله congratulations. Number 4. When you have not. You can imagine how other people feel. لما يكون عندك إيه؟ تستطيع أن تتخيل. Imagine يعني تتخيل. How other people feel. يعني كيف يشعر الناس الآخرون أو الأشخاص الآخرين. طبعاً لما يكون عندنا إيه؟ نقدر نحس بيه الناس الآخرين ومشعرهم. أكيد empathy. empathy يعني إيه؟ يعني تعاطف. طيب كلمة shame يعني إيه؟ shame يعني خزي. greeting يعني تحية. interview يعني مقابلة شخصية. طبعاً الإجابة الصحيحة هي كلمة empathy. number 5. will done ياسر. أحسنت يا ياسر. برافو عليك. that's great note. great إيه؟ عايز أقول إنها أخبار عظيمة. يبقى great news. فعشي طبعاً empathy. يعني تعاطف أو phrase يعني جملة أو science يعني علوم. number 6. I am not the room with my brother. جملة دي تكررت كتير معنا جداً يا أولاد. I am not the room with my brother. عايز أقول أنا بتشارك الغرفة مع أخي. يبقى على طول إيه؟ share with. يبقى I am sharing the room with my brother. I am sharing the room with my brother. number 7. أحمد نقطة the train. أحمد إيه؟ القطار. as he arrived at the train station late. as هنا معناها because. he arrived at يعني وصل إلى the train station. محطة القطار late يعني متأخراً. تمام؟ يبقى إيه الإجابة الصحيحة؟ عايز أقول أحمد فات القطار. يبقى أحمد missed the train. as he arrived at the train station late. number 8. after the football match. بعد مباراة كرة القدم. the note told the goalkeeper to train well. مين؟ أخبر. the goalkeeper يعني حارس المرمة to train well. إنه تدرب كويس. شكلهم جات فيه مجوين. صح؟ طيب يبقى مين بقى اللي طلب من الحارس بتاع المرمن هو يتدرب طبعاً. مين المدرب يعني إيه؟ يعني coach. طبعاً guard معناها حارس. nurse ممرضة. coach يعني مدرب. هي الإجابة الصحيحة. و referee طبعاً يعني حاكم. اللي هو الحكم. referee معناها الحكم بتاع المباراة. number 9. I was very not to know my exam results. أنا كنت very a جداً عايزة أوصف حالتي. I was very not to know my exam results. عشان أعرف النتائج بتاعتي الامتحانات بتاعتي. يبقى أنا كنت إيه طبعاً؟ كنت متحمس. يبقى I was very excited to know my exam results. كنت متحمس أو متحمس يعني excited. طبعاً quick يعني سريع. slow يعني بطيء. ugly يعني قبيح. مفيش واحدة منهم مناسبة. كلهم إجابات خطأة. excited هي الإجابة الصحيحة. number 10. I have some good news. أنا عندي بعض الأخبار الجيدة. two. أنا عندي أنا كمان. طبعاً two معناها أيضاً. number 10. I have some good news. two. أنا عندي بعض الأخبار الجيدة أيضاً. نقط وط. طبعاً يا ولاد عايزين نفكر بالإنجلش. نقول إيه؟ أنا عايز أقول له خمن إيه هي الأخبار دي. بعلى طول الإجابة الصحيحة هي إيه؟ هي guess what. guess what. يعني إيه خمن ماذا. أقول لي كده. تخيل إيه الأخبار الصحيحة اللي أنا بكلمك عنها. الصفحة اللي بعد كده صفحة 109. بجوان هندرد and 9. معينا سؤالين على الديفينيشنز. أول سؤال بيقول the ability to understand. the ability يعني القدرة. to understand. إنك تفهم how someone feels. كيف يشعر شخصه ما. كلمة feels يعني يشعر. is coold. إيه؟ قدرتك إن أنت تفهم مشاعر الآخرين. اسمها إيه؟ اسمها طبعا يا ولاد empathy. empathy يعني إيه؟ يعني التعاطف. empathy يعني التعاطف. نشوف كده الخيارات التانية. respond يعني يجيب. طبعا the verb. system يعني النظام. wedding يعني حفل زفافت. كلهم طبعا مش مناسبين. إيجابة صحيحة هي كلمة empathy. number 12. the expression. التعبير. نقط. means something you say to show you feel sad about something. التعبير. expression يعني التعبير. إيه التعبير اللي بقوله؟ لما يكون فيه شيء محزن أو أنا حزين على شيء ما. طبعا عشان أظهر مشاعر الحزن بتاعتي بقول إيه؟ it's a pity. it's a pity يعني إيه؟ يعني يا له من شيء محزن. تمام؟ أو الواحد بيشعر بالحزن أو الأسف. فبنستخدم التعبير it's a pity. طبعا thank you, شكرا. congratulations. يعني تهانينة. well done يعني أحسن. تأوبرافو طبعا كلها غير مناسبة للشعور بالحزن. بنقول إيه؟ it's a pity. 13. the street food seller prepares food نقط. people to eat. باقع الطعام في الشارع اللي هو street food seller prepares بيجهز food الطعام. خدنا في الـ prepositions ان prepare حرف الجر معاها for يبقى prepare food for يعني يعد الطعام من أجل people to eat للناس أو من أجل الناس عشان يأكلوا. تمام؟ number 14 I have not got my English exam. I am really happy. أنا إيه؟ اختبار الإنجليش بتاعي أو امتحان الإنجليش بتاعي I am really happy. أنا سعيد حقا. طيب هنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول أنا اكتزت الاختبار. يبقى هنقول إيه؟ succeeded يعني نجحت ولا فيلد فشلت ولا paused يعني اكتزت ولا worked يعني عملت طبعا الإجابة الصحيحة هي كلمة paused my English exam حد شاطر هيقول لي طيب أنا عندي كلمة pause يعني اكتز الامتحان و succeed كمان يعني نجحت في الامتحان هما الاتنين نفس المعنى ليه؟ ما أخدناش succeeded الشاطر اللي هيقول لي ليه؟ يا طرى ليه؟ هنقول كده مع بعض لأن succeeded محتاجة حرف الجر in succeed in على طول طب past ما بتحتاجش حرف جر وما فيش هنا حرف جر يبقى المناسب هو الفعل pause يبقى الإجابة I have paused the English exam I am really happy أنا سعيد جدا number 15 هي نقطة an interview online for a new job from his house هو نقطة an interview كان عنده مقابلة شخصية online عبر الإنترنت for a new job لوظيفة جديدة from his house من منزله طيب أخدنا بردو في prepositions and expressions have an interview have an interview أدور كده هنا كل الأفعال عندي في الماضي الماضي بتاع have هو هادي بhad an interview معناها إيه؟ معناها كان عنده مقابلة online على الإنترنت من أجل وظيفة الجملة دي تكررت تاني for a new job from his house تمام؟ بعد كده speaking معنا responding to news إزاي أستجيب وأرد لما حد يقول لي أخبار؟ طبعا الأخبار ممكن تكون أخبار جيدة وكويسة ممكن مثلا يكون ايه؟ يكون success يعني نجاح ممكن يكون wedding يعني حفل زفاف تمام؟ آه عند سماع الأخبار الجيدة أو good news أنا عندي 3 تعبيرات ممكن أقول well done يعني أحسنت أو bravo عليك that's great news تلك أخبار رائعة أو congratulations يعني تهانينة طيب لو سمعت bad news بقى حد مريض في وفاة في حدثة تمام؟ أقول إيه؟ طبعا دي bad news أخبار سيئة طب أقول إيه بقى في الحالة دي؟ أقول I am sorry to hear that يعني أنا حزين لسماعي ذلك that must be difficult لابد إن الأمر ده صعب وشاق بالتأكيد it's pity يعني من المؤسف أن تمام؟ عرفنا كده إيه اللي بنقوله للرد على الأخبار سواء كانت good news أو bad news السؤال ده مهم جدا في المحادثات وفي الاختياري تمام؟ بعد كده معانا سؤال محادثة complete the following dialogue أكمل الحوار أو المحادثة التالية عادل talks to Sammy about great news عادل بيتكلم مع سامي عن أخبار عظيمة عادل بيقول لي سامي how are you؟ كيف حالك؟ سامي قال له I'm fine نقط سأله سؤال قال له fine thanks طيب I have good news أنا عندي أخبار جيدة قال له really؟ سأله سؤال رد عليه وقال له I bought a new car yesterday شتريت سيارة جديدة مبارح أو أمس who bought it for you؟ من اشترها لك؟ رد عليه بإجابة وبعدين سامي قال له that's great news دي أخبار عظيمة جدا أخبار جميلة جدا ورائعة جدا how much is it؟ كم تمنها بقى؟ رد عليه بإجابة وقال له do you think it is expensive؟ هل تعتقد أن هي غالية؟ رد عليه طبعا الإجابة ولازم نقرأ المحادثة كاملة قبل ما نجاوب عشان نفهم إحنا هنكتب إيه بالظبط أو نرتب أفكارنا بحيث تكون إجابتنا صحيحة طيب هنا بيقول لي عادل how are you؟ طبعا الرد على how are you؟ I am fine طيب هو كمان هيسأله عن حاله هيقوله إيه؟ ممكن يقوله how are you؟ عشان رد عليه قاله fine thanks ممكن يقوله how are you؟ ممكن يقوله بقى الأسئلة التانية بعد السؤال عن الحال يقوله إيه؟ how is it going؟ الأحوال عاملة إيه معاك؟ how are things؟ الدنيا ماشية إزاي والأمور ماشية إزاي؟ how is life؟ الحياة عاملة إزاي معاك؟ كل دي أسئلة مناسبة جدا والإجابة عليها fine thanks بسأل بيها عن الحال I have good news أنا عندي أخبار كويسة قاله really؟ فعلا بجد؟ طيب قاله إيه؟ ممكن يقول إيه؟ بمنتهى البساطة ممكن يكتب بس أداة الاستفهام what؟ what؟ إيه؟ في إيه؟ قولي إيه الأخبار الجديدة قاله I bought a new car yesterday أنا اشتريت سيارة جديدة أمس قاله who bought it for you؟ من اللي اشتريها لك؟ ممكن يقوله إيه؟ يقوله my father bought it for me my father bought it for me طيب سامي قاله that's great news دي أخبار رائعة how much is it؟ تمنها كان بقى؟ رد عليه قاله مثلا نقول إيه؟ it's 200,000 pounds تمنها 200,000 جنيه do you think it is expensive؟ قاله إيه؟ طبعا قاله no I don't أو yes I do تمام؟ أو no not at all لا على الإطلاق مش غالية خالص تمام؟ الجنرال إكسرسايزز on lessons 5 and 6 في unit 2 طبعا page 111 صفحة 111 السؤال الأول معينا complete the following dialogue أكمل الحوار أو المحادثة التالية باسم asks وفاء about her exams طيب أنا عندي الجملة دي هي مفتاح المحادثة هي اللي بتعرفني إيه الموضوع بتاع المحادثة بتتكلم عن إيه؟ باسم asks وفاء باسم بيسأل وفاء about her exams عن امتحاناتها باسم بيقول لها إيه؟ بيقول لها hello وفاء how are things؟ أهلا يا وفاء عاملة إيه؟ how are things؟ بتسوي how are you بالضبط أو how is life؟ أو how is it going؟ كلها أسئلة بتسأل عن الحال طيب حد بيسأل عن الحال طبعا الإجابة عارفينها كلنا بس هنستنى لما نقرأ المحادثة للآخر what about you؟ ماذا عنك؟ قالت أو ماذا عنك؟ بتسأل باسم قال لها إجابة وبعدين قال لها I have paused my exams أنا اكتزت امتحانات نجحت في الامتحانات قالت له حاجة قال لها thanks بعدين سأل سؤال باسم وفاء قالت له me I paused أنا نجحت but with low marks ولكن بدرجات قليلة درجاتي منخافضة I am sorry to hear that باسم قال لها أنا حزين لسماع كده سألته وفاء سؤال ورد عليها باسم قال لها you should study hard next year لازم تذكري أو يجب عليك أن تذكري بجد السنة جاية ووفاء قالت له thanks for your advice شكرا على النصيحة بتاعتك بقى أنا كده فهمت إيه موضوع المحادثة نبتدي نحل بقى مع بعض hello وفاء أهلا وفاء how are things قلنا زي how are you بالضبط ردها إيه fine fine thank you fine thanks great thank you كلها إجابات صحيحة what about you ماذا عنك وإنت كمان عاملة إيه طبعا نفس الرد fine great thank you I have passed my exams I have passed my exams عديت أو نجحت في الإختبارات بتاعتي طيب دي أخبار حلوة قوي حد نجح بنقوله إيه أولاد بنقوله تهنينة تهنينة يعني إيه congratulations ألف مبروك رد باسم وقالها thanks شكرا طب وإنت عملت إيه ماذا عنك با هنا السؤال مفروض إيه what about you نفس السؤال اللي فوق معنا هنا what about you قالت له me أنا I paused أنا اكتست امتحاناتي but with low marks بس بدرجات قليلة شوية درجاتي مش عالية I am sorry to hear that أنا آسف لسماع ذلك أنا حزين لسماع كده طيب وفاق قالت له سؤال قال لها you should study hard next year you should طبعا للنصيحة طيب بيقول لها يجب أن تذكري بجد السنة الجاية يبقى كانت بتسأله بتقوله إيه بتقوله طيب إيه رأيك أعمل إيه أو ما الذي يجب أن أفعله يبقى what should I do what should I do يعني إيه يعني ماذا يجب أن أفعل قال لها you should study hard the next year يجب أن تذكري بجد العام المقبل طبعا شكرته وفاق على النصيحة وقالت له thanks for your advice شكرا على النصيحة بتاعتك number two choose the correct answer طبعا السؤال الأول معنا I am looking not to meeting you in the summer أنا بتطلع إلى مقابلتك في الصيف طبعا إحنا عندنا التعبير I am looking forward to بيجي بعدها الفعل في ING يبقى I am looking forward to meeting you بتطلع إلى رؤيتك في الصيف I share good ideas نقط my friends طبعا كلنا عارفين كلمة share معناها تشارك share إيه حرف الجر معاها إيه البروبوزيشن بتاعها I share good ideas بتشارك أفكار جيدة with my friends with my friends يعني إيه يعني مع أصدقائي there are many places to visit there يوجد العديد من الأماكن الإيه أماكن يعني places to visit there إنك تزورها هناك the trip is in March الرحلة في شهر مارس and I can't wait وأنا مش قادرة أستنى متحمسة جدا يبقى أنا عايزة أوصف الأماكن دي اللي أنا متحمسة رؤيتها طبعا وصف إيه وصف إيجابي هوصف شيء يبقى هاختار الصفة اللي فيها ING يبقى there are many amazing places يعني كثير من الأماكن الرائعة number four my brother didn't know at his exams he is sad my brother أخويا didn't his exams he is sad هو حزين يبقى طبعا ما نجحش بدام حزين يبقى ما نجحش يبقى didn't أدور على إيه أدور على لم ينجح يبقى didn't pass his exams ليه اخترنا pass وما خدناش succeed علشان قلنا قبل كده إن succeed بيجي بعدها حرف الجر إن لو موجود حرف الجر إن هنا كنا خدنا succeed لكن my brother didn't pass his exams لم ينجح في اختباراته pass بدون حرف الجر طيب Mr. Nader is not a good science teacher is not a good science teacher I really love him أنا فعلا بحبه طيب أنا عندي التعبير such وبعدين A أو An وبعدين الصفة وبعدين الاسم يبقى such a good science teacher such such Mr. Nader number five Mr. Nader is not a good science teacher معلم علوم جيد I really love him أنا بحبه تمام number six I arrived at the bus stop late أنا وصلت arrived at يعني وصلت the bus stop محطة البص late متأخر so I طبعا جي متأخر فوت البص يبقى I missed the bus I missed the bus يعني فوت البص ما لحقتوش طيب number seven I am sorry about your accident أنا آسف وحزين على الحدثة بتاعتك بخصوص الحدثة بتاعتك I hope you will not get better soon أنا أتمنى إنك تتحسن قريبا خدنا التعبير يا أولاد get better soon يعني تتحسن قريبا يقول لجابة صحيحة إيه get better soon معناها تتحسن قريبا نكمل مع بعض page 112 صفحة 112 وهنكمل بقي أسئلة الاختيار من متعدد معنا number eight نقط the middle of the picture we can see a man on a bicycle يعني A في وسط عايز أقول في وسط الصورة we can see a man نستطيع أن نرى رجل on a bicycle يعني يراكب دراجة يبقى التعبير عندي اللي احنا أخدناه مع بعض في الـ expressionsions in the middle of in the middle of معناها إيه؟ معناها في وسط الصورة in the middle of the picture number nine our manager المدير بتاعنا نقط the interview for many people people online أنا عايز أقول المدير بتاعنا أجرى المقابلة الشخصية للعديد من الأشخاص online يعني عبر الانترنت يبقى هقول our manager did the interview did the interview for many people online يعني معناها أجرى المقابلة number ten it's important to تعاطف تمام كده؟ السؤال التالت معنا complete the sentence with the correct form of the words in brackets يعني أكمل الجمل باستخدام الشكل الصحيح من الكلمات الموجودة ما بين القوسين أول سؤال معايا بيقول لي never speak نقط وجايب لي لود ما بين قوسين أنا عندي speak فعل عايز أوصف الفعل يبقى أعمل إيه؟ أحول لود دي إلى ظرف يعني إيه؟ يعني أضف لها اللواء يبقى never speak loudly never speak loudly number two the friends are smiling الأصدقاء بيبتسموا عايزة الفعل يبتسم ده أوصفه عايزة أقول بيبتسموا بسعادة يبقى بدل happy تبقى إيه؟ تبقى happily أغير ال why ل i أو أستبدلها ب i وبعد كده أضيف اللو السؤال الثالث question number three the pilot usually flies planes الطيار عادة ما يقود الطائرات flies يعني يقود و planes يعني الطائرات وطبعا pilot يعني طيار now he not on the phone طيب أنا عندي الجملة الأولى دي مضارع بسيط the pilot usually flies planes عادة ما يقود الطائرات طيب هنا الجملة الثانية فيها now now دي علامة من علامات ايه؟ علامة من علامات المضارع المستمر يبقى على طول أخلي الفعل بتاعي في زمن المضارع المستمر يبقى he is speaking on the phone يعني بيتحدث على الهاتف number four she is looking forward قلنا looking forward to ييجي بعدها على طول الفيرب plus ING يبقى she is looking forward to تتطلع إلى passing hair exams إن هي تنهي أو تكتاز اختباراتها أو تنجح في الاختبارات ترجمة نانسي قنقر